عندي فلوس وعندي خير لكن ما عرفت كيف استثمره بس عندي لك الحل وش الحل؟ يابلك استثمار ييبلك عائد سنوي 20%؟ لا ومكان جاهز ومؤجر ويرجع لك شهريا 4000 ريال اعماني وين هذا المكان؟ تعال معي خير يا جماعة الخير أنا في الرسيل الصناعية على شارع الخط السريع أمامي 22 مبنى كل مبنى في 33 غرفة بكل ملحقاتها يعني تقريبا كل غرفة إذا سكنت فيها من 4 إلى 6 عمال بعض المباني جاهزة ومؤجرة وترد شهريا ما يقارب 4000 ريال عماني إيجار واها منطقة الرسيل الصناعية عدد العمال اللي فيها ما يقارب 30 ألف عامل هم بحاجة إلى سكن فوري بغيت يشوف بغيت استثمر روح اتجح بيغدو النات أول ما تيمن نزوة تدخل شارع الخط السريع رايح على مسقط هذا لهم المباني ما شاء الله على مد البصر ما شاء الله هذا فندق ليس سكن عمال شوفوا تعالي بنوريكم ماذا يحتوي هذا السكن هذا الدور الأول وهو مبنى فيه ثلاث أدوار طبعا الغرف الغرف واسعة الأنترلوك المراوح التكييف النوافذ التهوية ما شاء الله أيضا فيه كل دور فيه 22 دورة مياه شوفوا هذا دورات دورات المياه بالإضافة أيضا فيها منطقة غسيل للملابس أيضا هذا تكمنة لدورات المياه شوفوا هنا أيضا تكمنة لدورات ما شاء الله 22 دورة مياه في كل طابق شوفوا الغرف حتى فيه غرف طويلة فيه غرف صغيرة شوف ما شاء الله هالغرفة بروح تشل يمكن ثمان ثمان عمال وفيه غرف اطلالتها على الشارع العام حاجة مميزة المبنى مميز جماعة خيالت ترى المباني هذا مبنى وفي الخلف أيضا فيه مبنى فكل مبنى مستقل عن المبنى الآخر أشوف أبو لا اليوم هو يوم المفاجآت من سكنات العمال يا يبركم مخازن هذا مفاجآت اليوم الأثنين هذا المخازن يا جماعة الخير ثلاثمائة وخمسين متر أجارهم من ثمانمائة إلى تسعمائة ريال مخزن وكل مخزن مع مكاتبه هذا أكل كبير صورنا لكم يا كبير اجروا الإكسترا وهذا مربوط ثلاثمائة وخمسين متر تصعد الدري ومكتبك فوق عند السكنات والمخازن هذا ميني مول فيه الكوفي شوب فيه المطاعم فيه العيادة فيه كل ما يحتاج للناس اللي ساكنين هنا تخيلوا هذا مقهد العمال راح يكون في وسط مدينة عمالية شوفوا الرقي والشغل الرقي ايضا عندهم مكاتب في الميني مول جاهز للإيجار وإطلالة على الشارع العام بمطبخها وبحمامها هذا البحيز للخطي الإجارة تحضر من المستخدمين في السكنات المستخدمين المستخدمين يجب أن يكون المستخدمين الإجارة لحوال المستخدمين لحوال 4,000 المستخدمين وعلى 95% مستخدمين المستخدمين المدرسي بحديد المريض ويوجد عادة لتبراكت رضاً نصف وضع الفارمات وفي المدرسيات الليين للعطاء لطلب المماركة ودرب الراحة من الجنجية الدولية و 유�عالة لذا هذا هو مكان أفضل لتحصل على المستقبل والأخرى من المستقبل الآن سأضع لكم أرقام التواصل بالنسبة للمخازن العمال والميني مول وبالنسبة أيضا للمخازن هذه الأرقام واصلوا معهم ولكم اللي يسركم أنا واقف على قطعة أرض سكنية تجارية على البحر في منطقة الحيل الشمالية الذكي واللي يحسبها صح بيفكر أن هذه قطعة الأرض مناسبة جدا أنك تعمل فيها درايف ثرو تعمل فيها مطاعم أرض 950 متر كورنر على الدوار عند الدوار اللي يوديك على البحر في الحيل عند محطة مهة والفندق اللي فيه بيتزاهات يا جماعة هذه قطعة الأرض لقطة خرايطها كل حاجة جاهز تعال وابني مشروعك هذا البيوت جدامها البحر مباشرة وانت ياي من الموج من الموج إلينا هنا ما فيه ما فيه خدمات أكوه أكوه كل بحر شوفوا أذاك البحر أذاك الشارع البحري في الحيل اللي يوديك على سوق السيب شوفوا هذا وهذه هي قطعة الأرض أذاك هناك محطة المهة وهذا الفندق اللي فيه بيتزاهات هذه هي الأرض على الدوار على فكر الخرايط جاهزة ثمان مطاعم مئة موقف وثمان مطاعم على طابقين بنائهم ما راح يكلفك أكثر من مئة ألف ريال عماني فبالتالي أنت في هذه المنطقة الجاهزة والخدمية مباشرة مشروعك راح يضرب ضربة الله إني أتخيل هذه قطعة الأرض العودة نوافير قاعدة درايف ثرو حاجة مميزة أخذ طلبك تطلع منها الشارع هذا الشارع اللي يوديك بس خمسين متر خمسين متر على البحر على شاط السيب يا جماعة الخير فرصة لا تفوت إحنا نحتاجين تاجر حقيقي هذه فرصة تدر لك المال جاهزة تخيله وكم سعر قطعة الأرض هذه سكني تجاري بالحيل الشمالية على البحر تعمل فيها مطاعم مع مواقف مع كل حاجة ثلاثمائة ألف ريال عماني تسعمية وخمسين متر ثلاثمائة ألف ريال عماني ترد لك الدخل أنت تبني قبل لا تحط الساس بتحصل أكبر شركات المطاعم قاعدة تأجر من عندك وتحجز موقعها في هذا الموقع المميز ومن الموجة لأنه هنا ما عندك أي مشروع على الشاطئ أبدا ما فيه فهذه فرصة ثلاثمائة ألف بحط لكم أرقام الهواتف بحط لكم الخرايط وكل حاجة الحق لا تحق